اشتركوا في القناة عندما اشتاحت العالم كل دول الدنيا بدأت تفكر كيف يمكن مواجهة هذه الجائحة كيف يمكن مواجهة هذا العدو الذي بدأ يفتك بالناس اللعصات الأخيرة تحدث عن 3 ملايين توفوا بسبب كورونا ومئات الملايين أصيبوا به والفيروس ما زال ينتشر ويتحور وينتشر في كل العالم ما زالت خطوات تلقيح لا تتناسب مع انتشار هذا الوضاء نعم هناك محاولات انتجت بعض اللقاحات الآن تنتشر في العالم لكن ما زالت ما زالت المواجهة حامية ما زال الصراع مع هذا الفيروس الخبيث صراعا محتدما وقويا فيه الكثير من الخسار والتضحيات الحقيقة فمثل ما قلنا دول العالم كلها واجهت هذه الكارثة وبدأت تفكر كيف يمكن مواجهتها كيف يمكن التعايش معها بطريقة أو بأخرى عندما لا تستطيع القضاء عليه فأنت يجب أن تتعايش معه وهكذا فكرت كل دول الدنيا وهكذا دعت منظمة الصحة العالمية فبالتالي الدول بدأت تفكر في الحياة يجب أن تستمر بعد طبعا منع تجواله وبعد قطع شوارع وبعد محاصرة مدن لكن هذه الأفعال كلفتهم الكثير في اقتصادهم كلفت الكثير من البؤس وبالتالي يفكروا بالتعايش معه بالتعايش معه يجب أن تعمل كل المؤسسات في ظل وجود هذا الفيروس بأقل الخسار ومن بين هذه المؤسسات مؤسسات تعليمية في كل دول الدنيا فذهبوا إلى التفكير بالتعليم عن بعد التعليم الإلكترولي لأن التجمعات للطلبة ستؤدي إلى زيادة المصابين زيادة الوفيات زيادة المخاطر هذه أهم تجمعات والطلبة والصغار هؤلاء هم عماد الدول هم عماد المستقبل هم ذخيرة الحاضر والمستقبل فكيف يمكن الحفاظ عليهم حفاظ عليهم بإبعادهم عن بعضهم بمنع التجمعات بقطع الطرق أمام تواصلهم لأن هذا الوضع ينتقل من خلال التلامس من خلال الوجود معه بالقرب يعني هكذا هكذا هو هذا الفيروس فبالتالي البعد والتعليم الإلكتروني وبدأت الدول يعني تنشر نسب نجاحها في هذه الدولة تتحدث عن 60% ودولة تتحدث عن 80% ودول تتحدث عن 100% نجحت في هذا الموضوع لأن لديها بناء تحتية لديها خدمات مستمرة وقوية بناء تحتية مستمرة لديها كهرباء مستمرة لديها أنترنيت في كل مكان لديها قدرة على توفير أجهزة التعليم الإلكتروني من آيبادات وغيرها وأجهزة الكمبيوتر لكل طلبة منصات وأجهزة تلفزيون وستوديوهات خاصة ومحطات خاصة للتعليم كلها لديها وبدأت تطورها وبدأت تتوسع بها وإذا بها بأشهر وصلت إلى درجة من المستويات عالية جدا جدا في إيصال التعليم إلى الجميع وتراقب هذا الموضوع ولديها طرق وغيرت مناهجها غيرت طريقتها بالتدريس لديها مدرسين لديها مباشرة ورش ولديها معاهد درست كيف يمكن وعلمت الأساتذة كيف يمكن أن يعلموا عبر الأنترنية وكذا في العراق الكارثة كبيرة جدا نحن أساسا لدينا بناتحتية مدمرة منذ 2003 إلى حد الآن السرقات في كل مكان خراب في كل مكان دمار في كل مكان كل القطاعات مدمرة والعراق من فوضى إلى فوضى وتأتي إلى التربية والتعليم العراق خارج كل قوائم التقييم العالمية سواء من التعليم الجامع التعليم الابتدائي الأولي أو التعليم العالي كلها خارج قوائم التقييم لأن كل الجهات المسؤولة عن هذا تقول أنه لا تعليم في العراق لكن مع ذلك قالوا عندما تكون في خيار أمام حياة الناس والتعليم فتذهب إلى التعليم حالك حال الدول تذهب إلى التعليم الالكتروني قالوا نذهب إلى التعليم الالكتروني ماذا في التعليم الالكتروني؟ في بلد محطم مثل العراق في بلد فاسد وخرب مثل العراق هو بحاجة لـ 15 ألف مدرسة هو لديه داعش ألف مدرسة طينية هو لديه مدارس بنايات خربة يعني تتعاقب على الدراسة فيها أربع مدارس في آن واحد في اليوم الواحد القلبة في الصفوف ربما في بعض الصفوف يصل عدد الطلاب من 90 إلى 120 طالب هذه كارثة كبيرة التواصل معهم سيؤدي إلى تفشي المرض والعراق يواجه هذه المرض بلا مستشفيات بلا مراكز صحية بلا قدرات ولا بناء تحتية صحية قادرة أن تواجه إذن كيف يمكن منع ذلك بالذهاب إلى هذا التعليم بالذهاب إلى هذا التعليم وجد العراق التالي أنه غالبية يعني ثلاثة أربع عراق فيها التيار الكهربائي متذبذب وغير مستمر فأنت لديك انقطاعات طويلة بالتيار الكهربائي لا تستطيع أن توفر تيار الكهربائي مستمر للناس لكي يعني يتواصلوا عبر الأجهزة الإلكترونية وعبر التلفزيون مع دروس التعليمية هذا واحد الثاني أنه لديك غالبية غالبية المدن العراقية وكثير من المدن العراقية لم يصلها الأنترنيات والاتصالات فيها أما ضعيفة أو معدومة بنى الاتصالات على الأقل الاتصالات غير موجودة معدومة إشارات الاتصالات معدومة فبالتالي غير قادر أنت أنت تواصل مع هذه القضية إضافة إلى ذلك أنت لديك من تسعة إلى عشرة مليون فقراء أنت لديك 12 مليون فقير تحت خط الفقر هؤلاء يكلون من المزاب لكن لديك عاطلين عن العمل تسعة إلى من تسعة إلى عشرة أو هذا العدد من العاطلين عن العمل فالعاطل على العمل والفقير كيف يوفر لابنه أجهزة الإلكترونية ووفر له أنترنيات ووفر له كهرباء مستمر لكي يتابع الدروس فبالتالي سيتركه وبالتالي سيتسرب إلى الشارع هذا هو الحال الواقع كل دول الدنيا ساعدت طلبتها ساعدت المدارس أعطتها أجهزة الإلكترونية أعطتها آيبادات وكمبيوترات للطلبة والزعاد في كل دول الدنيا إلا في العراق لا يستطيعون لا أحد يساعدهم والدولة تركتهم كما فمن أين يأتي يروح يشتري إلى آيباد أو يشتري إلى كمبيوتر لابنه وهو لا يمتلك يعني خبز يومه وأغلبهم من الكسبة والبطالة ستين إلى خمسة ستين بالمئة في العراق فكيف يمكن أن يوفر وبالتالي البنى التحتية كلها فاشلة غير قادر على أن تتوائم وتتواصل مع هكذا تعليم فشلة هذه التجربة مثلها ففاشل التعليم كله في العراق فبالتالي نعم وزارة التربية تتحمل جسمنا لكن ليس وزارة التربية ولا ليس دفاعنا وكل الوزارات فازدة وخريبة في العراق لكن ليس هي من يتحمل المسؤولية وحدها البنى التحتية هناك فقر من يتحمل الفقر هناك بنى التحتية هناك اتصالات هناك كغرباء غير مستمرة هناك خدمات غير مستمرة هناك مستشفيات غير متوفرة مراكب صحيح كل هذه البنى تتحمل الحكومات هذه المتعاقبة التي جاءت وصرقت تريليون ونصف تريليون دولار من العراقيين وبالتالي العراق بلد خرب فوضى عارمة وفشل فيه التعليم الإلكتروني وأهل العراق يواجهون هذه الجائحة على كل المستويات بصدور يعني مفتوحة بصدور عارية مثل ما يقال لا أحد يساندهم لا أحد معهم سواء الكاسب الذي لا يعطى أجر يومه لكي يجلس في بيته ولا يخرج لكي لا يصاب بالفيروس وسواء الطالب الآن الذي يطالبوه بالدراسة الإلكترونية وغير متوفرة هذه الإلكترونية هذه التي تتحدثون عنها ولم يسمع بها من قبل فهذه التجربة فشلت فشلن ذريعا مثل ما فشلت كل التجارب التي تحدثوا عنها بدءا من الديمقراطية والحرية والاستقلال والسيادة والرفاهية وصولا إلى التعليم الإلكتروني وقت هذه الحلقة قد انتهى ترككم بخير والسلام عليكم اشتركوا في القناة